موسيقى السلام عليكم هل كلام البشر ينسخ كلام رب البشر هل النبي له صلاحية لأن يلغي كلام الله بأحاديث يقولها هو وهل يقول الله قول ثم يتراجع عنه ما معنى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها هذا هو موضوع حلقة اليوم مرحبا بكم جميعا أنا حسين خليد وهذه قناتي ومن بريو قبل البدء أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل ما هو جديد وأريد أن أنوح إلى مسألة مهمة وهي أن كل ما أنشره هي أفكاري وما أؤمن به أنا فقط ولا أمنح صفة الحقيقة المطلقة فتحتمل الصواب والخطأ ولا ألزم بها أي أحد اقرأوا معي يا أصدقاء الكرام هذه الآيات فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور لست عليهم بمسيطر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمن بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين جميلة هذه الآيات أليس كذلك فهي تريح القلب وتمنح الطمأنين كيف لا وهي تدعو إلى التسامح والمحبة وحرية الاعتقاد كيف لا وهذا كلام الله قطعي الثبوت والدلالة لكن يؤصفني يا أصدقاء الكرام يؤصفني أن أخبركم بأن جميع هذه الآيات منسوخة نعم منسوخة أي ملغية ولا يحتج بها وهي موجودة فقط من أجل القراءة وجمع الحسنات فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها هذا ما قاله الشيخ أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي في كتابه الإضاح لناسخ القرآن ومنسوخه هكذا لتعامل الموروث الديني مع كتاب الله من الذي نسخ هذه الآيات من الذي تجرأ وألغى كلام الله البشر مستغربين أليس كذلك كتب البشر هي من نسخت وألغت هذه الآيات العظيمة بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان وألسقوها بظهر النبي وتقولوا عليه بأشياء لم يقلها تصوروا أن البشر غير المعصومين ينسخون كلام رب البشر هذا الإله العظيم الخالي من العيب والنقائص يلغى كلامه ويستدل بكلام البشر بدلا منه هل أنتم متخيلين هذا الموضوع؟ لو تلاحظون في الآيات آنفة الذكر والتي ادعى فقهاؤنا الأفاضل أنها منسوخة لا توجد آية واحدة تتكلم عن القتال لا توجد آية واحدة تتكلم عن النار والوعيد لمن تجاوز حدود الله كل الآيات التي ألغوها من كتاب الله هي آيات التسامح والعيش المشترك والمحبة والسلام والحرية الله سبحانه وتعالى يدعو ويأمر بالعيش المشترك وبحرية المعتقد لكل البشر والتسامح والسلام والمحبة ثم يأتي رجال الدين ويقولوا لا يا رب أحكامك لا تعجبنا لا نريد حرية ولا تسامح ولا عيش مشترك نريد القتل والبطش والاعتداء وتقطيع الرؤوس والكراهية والعنصرية فقاموا بالاتفاق مع صلاطين ذلك الزمان باختراع مصدر جديد للدين وأطلقوا عليه اسم السنة النبوية ووضعوا في هذا المصدر جميع أفكارهم ونسبوها زورا وبهتانا لرسول الله كتبوا الكتب بأيديهم ثم قالوا أنها من عند الله كتبوها على مقاسهم وبحسب أفكارهم وحتى يعطوها صفة القداسة يكفي أن يكتبوا قبل كل نص مقولة قال رسول الله حتى تمنح القداسة ولا يرفضها أي مسلم وبما أن العقول معطلة وتكتفي فقط بالنقل من رجال الدين فلن يفكر أحد بسؤال كيف لرسول الله أن يخالف كتاب الله فأصبح العقل الجمعي للمسلم يتوقف ويصدق ويؤمن بما سيقال ويسمع لمجرد أنه يسمع مقولة قال رسول الله افتروا على الرسول كذبا بمقالات تخالف كتاب الله مثل من بدل دينه فاقتلوه أمرت أن أقاتل الناس جئتكم بالذبح وحديث الرجم والكثير من المرويات التي تخالف شكلا ومضمونا كتاب الله وتتعدع الآمنين باسم الفتوحات الإسلامية واغتصاب النساء باسم السباية ولا ننسى بأن المرأة كان لها حصة الأسد من تلك المرويات التي تهينها وتنتقص منها وتشبهها بالحمار والشيطان والدابة والكلب والناقصة ومرويات اللعن التي لا تعد ولا تحصى كان لدى غالبيتهم عقلية جنسية بهيمية بيدوفيلية تحب التلذذ بالأطفال فادعوا أن رسول الله تزوج بطفلة ودخل بها وهي ابنة تسع سنوات حتى يحللوا لأنفسهم هذه الجريمة رسول الله لم يكن موجودا عندما كتبوا تلك الأحاديث وقالوا أنها أحاديث رسول الله لم يكن موجودا يكذبهم ويتبرأ منها وأكاد أجزم لو عاد النبي في زماننا هذا وكذب تلك الأحاديث لكذبوه وكفروه انتصارا لموروثهم وإذا انتقدت هذه الأحاديث فأنت بمفهوم رجال الدين والسواد الأعظم من المسلمين بأنك ترد على كلام رسول الله وتتجرع عليه وبالتالي فأنت كافر أراد الحكام غزو البلدان وتوسيع الحكم طلبوا من رجال الدين تمرير قرار لفعل هذا العمل ومنحه صفة القداسة وبالطبع لا يوجد أسهل من ذلك نسبوا الغزو إلى رسول الله بأنه أمر به ليعطى صفة القداسة ومباركة وتأييد المسلمين رجال الدين لم يستطيعوا أن يحرفوا كتاب الله ولا أن يضيفوا أو يحذفوا منه شيئا ناسين أو متناسين بأن الله تعهد بحفظه وقاموا باختراع مصدر آخر للدين وأسموه الأحاديث ولكن لم ينتهي الأمر عند هذا الحد فلسان حالهم يقول لا تزال هناك مشكلة يجب حلها ما هي المشكلة يا ترى؟ هناك آيات كالآيات التي ذكرتها قبل قليل لا تتوافق مع ما كتبناه في الأحاديث التي نسبناها لرسول الله ويجب التخلص منها ما العمل إذن؟ نخترع لهم مصطلح الناسخ والمنسوخ وأي آية لا تعجبنا وتدعو إلى التسامح والحرية ولا تتوافق مع أفكارنا نقول عنها منسوخة وبذلك تبقى الآيات كما هي في القرآن للقراءة فقط ولكن حكمها ملغي بالنصوص التي كتبناها نحن حتى إبليس لا يخطر على باره مثل هذه الأفكار وإذا منتقد أحد ما غير مسلم دين الإسلام وانتقد رسول الله بأنه بدفيله ويدعو إلى غزو البلدان وقتل كل من لا يؤمن برسالته مستندين بذلك إلى النصوص البخارية والترمدية وغيرها تثور ثائرة المسلمين كالعادة والتي تحركهم العواطف لا العقول ويطلقون شعارات إلا رسول الله ويطالبون بقتل من يسئ للرسول وللإسلام لإثبات أن الإسلام هو دين السلام وليس دين القتل والهمجية كما يدعي هذا المسيح فبدلا من تجفيف المستنقع يكتفون بقتل البعوض فقط ومن المفارقات العجيبة أن أهم كتب الحديث الستة المعتمدة والتي تعتبر ثلاث أرباع الدين بحسب كلام شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب والتي تقضي على القرآن إذا تعارضت مع آيات الله بحسب ما نقله لنا الشيخ محمد حسان فإن أصحاب هذه الكتب ليسوا عربا مع احترامين جميع القوميات دون استثناء ولا يتكلمون العربية ولم يعيشوا في المجتمع العربي ولا يعرفون العادات والتقاليد العربية بل جميعهم من بلاد فارس فمثلا البخاري من مدينة بخارة بأوزباكستان مسلم من مدينة نسابور بإيران الترمذي من مدينة ترمذ بأوزباكستان ابن ماجا من مدينة قزوين بإيران أبو داود من مدينة سجستان بأفغانستان النسائي من مدينة نسا بتركمانستان وإذا سمعوا أحدا ينتقد الموروث الديني يركزون بكلامه ويتقفون أخطائه لربما أخطأ في قواعد اللغة لينتقدوه ثم يقولون له روح تعلم قواعد اللغة بعدين تكلم أنتم لم تطالبوا البخاري وأصحاب هذه الكتب الذين لا يتكلمون العربية بواحد بالمئة مما تطالبون به من ينتقدها ألا يوجد من بين الصحابة أو التابعين رجل رشيد يجمع حاليث رسول الله باعتباره عاش معه وهو أعلم بالدين ممن سيأتي بعد مئات السنين ويقدم لنا كتب ويقول أنها مكملة للدين النسخ والمنسوخ هي من أخبة الأفكار التي حيكت ضد الإسلام إذن ما هو مفهوم النسخ والمنسوخ أو مفهوم النسخ في القرآن النسخ يا أصدقاء الكرام جاء في القرآن بمعنى يعين الأول هو النقل أو التدوين أو الإثبات تماما عندما أقول لشخص انسخ لي هذه الورقة فهو ينقلها على ورقة ثانية حرفيا دون زيادة أو نقصان أو يدونها عنده بملف يقول الله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بمعنى كل شيء عملته من خير أو شر مسجل بالدفتر ويقوي ذلك قوله تعالى ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا هذا هو المفهوم الأول وهو كتابة وتدوين كل كبيرة وصغيرة يفعلها الإنسان أما المعنى الثاني وهو الاستبدال أي استبدال حكم ورد في رسالة سابقة لاحظوا في رسالة سابقة بآخر أيسر منه في رسالة لاحقة مثال ذلك حكم الزنا بالرجم كان في شريعة موسى ثم تحول إلى جلب في شريعة نبينا محمد والنسخ لا يكون إلا في الأحكام ولا يكون إلا بين الرسالات فقد ينتق البند من بنود شريعة كما هو إلى شريعة تالية أو يتم تعديله والشرائع هي شريعة موسى وعيسى ومحمد هذا هو مفهوم النسخ في القرآن أي أن الله هو من ينسخ أحكاما ما بين الشرائع وليس البشر ليس البشر ينسخون كلام الله بالأحاديث وينسبون ذلك لرسول الله كيف لكلام البشر ظني الثبوت والدلالة أن ينسخ ويلغي ويتجرأ على كلام رب البشر قطعي الثبوت والدلالة فالأحاديث هي ظنية وليست قطعية باعتراف رجال الدين أنفسهم أما القرآن فلا يوجد فيه ولا آية منسوخة في القرآن ما في شيء اسمه هذه الآية منسوخة كيف يؤمن الناس بهذا الكلام والله سبحانه وتعالى يقول ما يبدل القول لدي فعلى هذا فالقرآن متناقض لأن الله يقول ما يبدل القول لدي بينما تبدل عشرات المرات بأحاديث مروية فمن يؤمن بأن في القرآن آيات منسوخة فهو يتهم الله بأنه يبدل كلامه بين الحين والآخر أو أنه أنزل حكما بطريقة عشوائية دون علم ودراية ثم تبين لنبيه محمد أن هذا الحكم خاطئ فألغاه بكلام من عنده تعالى الله عما يصفون فمن يحتج بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها على شرعية النسخ لنقرأ هذه الآية بهدوء ونحاول فهم كل كلمة فيها قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما يعني أن البديل للآية المنسوخة لا بد أن يكون إما خيرا منها أو مثلها وبما أن فقهاؤنا الأفاضل يقولون أن السنة تنسخ القرآن هنا لدي بعض التساؤلات هل السنة خير من القرآن أم مثل القرآن أم أدنى من القرآن نستبعد الخيار الثالث الذي هو أدنى من القرآن لأن آية النسخ اشترطت أن يكون النسخ إما خير أو مثل الآية المنسوخة وكذلك نستبعد الخيار الثاني مثل القرآن لقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يبقى لدينا الخيار الأول السنة خير من القرآن فمن يقول أن السنة تنسخ القرآن فلا بد أن يتبعها بالضرورة بأن السنة خير من القرآن فهل أنتم فعلا ترون أن السنة خير من القرآن من يؤمن بهذا ويؤمن بأن كتب البشر خيرا من كتاب الله فهو بالتأكيد مجنون فالعاقل لا يقول ذلك وأيضا يقولون أن حد الزاني هو الرجم لأنه تم نسخ حد الجلد فيا ترى هل الرجم خير للزاني من الجلد أم أنهما متساويان ما لكم كيف تحكمون وخلاصة الكلام يا أصدقائي الكرام فإن النسخ يكون ما بين الشرائع السماوية والله هو صاحب هذا الموضوع حصرا وكل ما جاء في القرآن من حدود وأحكام هي قائمة إلى يوم القيامة وليست منسوخة ولا يمكن أن تنسخها كتب البشر هذا هو موضوعنا لهذا اليوم دمتم بود والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر